يحتفل العالم العربي في الثامن عشر من كانون الأول كل عام باليوم العالمي للغة العربية والذي صدر فيه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1973 لتصبح بمجبه اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة منظمة اليونيسكو التابعة للأمم المتحدة احتفلت باليوم العالمي للغة العربية هذا العام في العاصمة الفرنسية باريس وذلك بإقامة ثلاث موائد مستديرة مخصصة لبحث موضوع اللغة العربية والذكاء الاصطناعي وشارك فيها خبراء ولغويون وأكاديميون وفنانون ومثقفون بمحاور مختلفة مثل تأثير الذكاء الاصطناعي في صون اللغة العربية وحوسبة اللغة العربية ورهان المستقبل المعرفي وإطلاق تقرير إقليمي عن اللغة العربية بصفتها بوابة لاكتساب المعارف ونقلها اللغة العربية هي واحدة من اللغات العالمية إذ يبلغ عدد المتحدثين بها أكثر من 422 مليون نسمة غالبيتهم في البلدان العربية وبعض الدول الإسلامية وتسمى هذه اللغة العريقة لغة الضاد نسبة إلى حرف الضاد الذي لا نظير له في كافة اللغات وبلغ عدد كلماتها أكثر من 12 مليون كلمة ولها مكانتها السامية لدى كافة المسلمين من العرب وغيرهم فهي لغة الصلاة وقراءة القرآن الكريم والعبادات الأخرى ولولا الإسلام والقرآن الكريم لظلت العربية حبيسة اللسان متنقلة بين صدور الرجال لذا يرى الباحثون من العرب والمسلمين والمستشرقين أن دور القرآن الكريم في حفظ العربية ونشرها كانت دور الأوحد على الإطلاق قدمت اللغة العربية للبشرية إرثا أدبيا لمثيل له بين جميع اللغات فالعربية هي اللغة التي تميزت بحجم المؤلفات التي كتبت فيها وعنها حتى أصبحت المكتبة العربية اللغوية التقليدية واحدة من أكبر المكتبات اللغوية في تاريخ العالم ولم يقتصر دور العربية على إنتاج الأدب والتاريخ وكتب العلوم التي بدأت بالازدهار في بغداد والأندلس لاحقا بل كان للعربية دور الوسيط الحافظ والضامن للفلسفات والعلوم الرياضية والفلكية القديمة وهو ما أقرت الأمم المتحدة به وهي في صدد شرح سبب الاحتفال بيوم عالمي للعربية لكن اللغة العربية تواجهت خلال تاريخها الطويل تحديات كبيرة للقضاء عليها أو التقليل من شأنها من خلال ما مرت وتمر به الدول العربية من غزو فكري تارة أو احتلال مباشر لتلك البلدان تارة أخرى لتبقى في خضم سجال دائم ومعارك طاحنة للحفاظ على هويتها